رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصوت شغال يا سيخ أنا أعظنا الآن شغال نبدأ بسم الله على بركة الله درسنا دقيقة نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معنا في الدرس التاسع من دروس الصرف ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معنا في الدرس التاسع من دروس الصرف الآن نبدأ دقيقة طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد أرجو أن يكون الصوت واضحا وكذلك أيضا السبورة السبورة واضحة طبعا أبث الدرس في هذا الوقت ولعل أحدا يقول ومن يكون موجودا في هذا الوقت فنحن نبث الدرس ويسمعه من يسمعه مباشرا ثم يكون الدرس موجودا ومسجلا من فاته الدرس يستطيع أن يستمع إليه مرة أخرى بإذن الله تعالى وأرجو أن تشاركوني آراءكم بالنسبة للدرس هل هو يعني جودة الصوت جيدة وكذلك جودة السبورة هل ترون الكتابة جيدة أم لا طيب درسنا اليوم هو الدرس التاسع من دروس الصرف وكنا في الدرس السابق تحدثنا عن نعم تحدثنا عن تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل وعرفنا أقسام الفعل الصحيح يقسم إلى سالم ومهموز ومضعف السالم الذي ليس فيه حرف من حروف العلة وليس فيه الهمزة مثل كتبه والمهموز الذي يكون فيه الهمزة في أوله مثلا مثل أكل أو سأل قرأ المضعف مثل حجة مدة وأيضا مثل زلزلة هذا بالنسبة للفعل السالم الفعل الصحيح وبعد ذلك عندنا الفعل المعتل الفعل المعتل تقسيمه إلى فعل مثال وفعل أجوف وفعل ناقص وفعل لفيف ولفيف قسمان ولفيف مقرون ولفيف مفروق طيب الفعل المثال مثل وصل أو يبس الفعل الأجوف مثل قال أو باع يقول يبيع والفعل الناقص مثل سعى مثل يدعو مثل يرني مثل يصلي والفعل اللفيف المقرون مثل نوى والفعل اللفيف المفروق مثل ونا طيب درسنا اليوم عن ماذا نتكلم اليوم سنتكلم عن شيء بعد تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتد مع أقسامه نتكلم عن مسألة إسناد الأفعال إلى الضمائر هذا عنوان الدرس وعنوان الدرس يحتاج إلى شرح ودرسنا اليوم يكون في شرح هذا العنوان أول كلمة عندنا هي كلمة الإسناد ماذا نقصد بكلمة الإسناد هذا أول شيء والشيء الثاني الأفعال وهذا سبق في درسنا الثامن بكلام على تقسيم الأفعال والضمائر هذا مثلا نتكلم عنه أيضا هنا هذه الضمائر ماذا نقصد بالضمائر هنا طيب أول شيء الإسناد من قولنا أو من الفعل أسنده يقال أسند ظهره إلى الجدار هكذا ويقال أيضا أسند إليه الفعل يعني أمره أن يفعله الإسناد هنا عندما يكون عندي فعل مثل كتب مثلا أسنده إلى المتكلم فأقول كتبت أو إلى الغائب فأقول كتب أو كتبوا طيب فعندنا إسناد فالإسناد يكون عندي الفعل الماضي مثلا كتب ثم أسنده وأضيف إليه وأزيد عليه هنا الضمائر كتب أزدعني مثلا التا كتبت ثم بعد سيحصل كتبنا كتبت إلى آخر الضمائر هذا مع الماضي ثم نأتي إلى المضارع مثلا يكتب وأسنده إلى الضمائر وأسنده إلى الضمائر وأقول مثلا أنا أكتب هنا هنا نحن نكتب أنت تكتب أنت تكتبين مثلا هنا أسندناه إلى الضمائر وهما يكتبان وهم يكتبون إلى آخر الضمائر التي سندروسها إن شاء الله أسنده هنا إلى الضمائر أيضا نأتي إلى فعل الأمر مثلا أيضا نأتي إلى فعل الأمر مثلا فنقول أكتب ثم نسنده إلى الضمائر مثلا فأقول أنت أكتب وأنت أكتبي هنا أسندناه إلى يا المخاطبة أنتما أكتبا أنتم أكتبوا وهكذا مع مضية الضمائر فهذا الآن الإسناد إلى الضمائر طيب عندي شيء آخر وهو ما نسميه بالتصريف فما الفرق بين التصريف والإسناد التصريف هو التغيير من الماضي إلى المضالع ثم من المضالع إلى الأمر هذا نسميه تصريفا يعني لو قال لك القائد صرف لي الفعل كتبا مثلا فستقول هكذا عندي كتبا يبتب أكتب أكتب فيكون هذا التصريف هكذا يمشي هكذا وهذا ما نسميه أفقيا لكن الإسناد يختلف الإسناد سأقول لك أسند ذي الفعل كتبا مع الضمائر فتقول أنا ثم تقول كتبت تسنه إلى التا كتبت ثم تقول نحن كتب كتبت 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 ثم أنت كتبت 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 ثم تقول أنت كتبت فلن أقول لك أسند لي الفعل يكتب مع الضمائر ستقول أنا أكتب نحن نكتب أنت تكتب أنت تكتب تكتبين 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 وهكذا أنتما تكتباني أنتم تكتبون وهكذا مع بحية الضمائر هذا الإسناد مع الفعل المضارع ثم لو قلت لك أسند مع فعل الأمر ستقول طبعاً ما في أنا ما في أمر مع المتكلم مع أنت سنقول أكتب وأنت أكتبي وأنتما أكتبا وهكذا مع بحية الضمائر فهذا الإسناد إذن بهذه الطريقة هذا الكلام على التصريف يعني التغيير من الماضي إلى المضارع ومن المضارع إلى الأمر وهذا سبق أن درسناه فرج عليه في دروس الصرف طيب وأما الإسناد وهذا ما سندرسه في دروسنا القادمة إن شاء الله تعالى وأنا في دروس فهذا فهذا هو الخط خط الإسناد إسناد الفعل إلى الضمائر مع الماض إسناد الفعل إلى الضمائر مع المضارئ إسناد الفعل إلى الضمائل مع الأمر وهكذا. طيب عرفنا الآن فكرة الإسناد سأتي تفصيلها وكل شي عنها في دروسنا القادمة إن شاء الله وتعالى. طيب الآن نريد أن نعرف أن هذا الفعل سنشده إلى الضمائل مثل التاهنى وناهنى وهنا الياء تكتبين هذه الياء. ما الضمائر التي سنسند إليها؟ الضمائر التي سنسند إليها على قسمين. على قسمين. ما هما؟ القسم الأول هو وهو ضمائر الرفع المتحركة. والقسم الثاني هو ضمائر الرفع الساكنة. ما هذا؟ ولماذا سمينا بعض الضمائر متحركة والآخر الساكنة؟ تعالى انظر لا تستعجب ضمائر الرفع المتحركة ثلاثة. وأيضا ضمائر الرفع الساكنة ثلاثة. ضمائر ضمائر الرفع المتحركة الثلاثة هي التا ونا ونون. ما الذي نقولها التا والنا والنون؟ هذه ضمائر ضمائر الرفع المتحركة. التا هذه تا فاعل. نا نسميها نا الفاعلين. نون نون النسوة. ما هذا؟ تا مثل كتاب تو. هذه التا. وسنبين هذا هنا في الجدول الكامل ان شاء الله وتعالى. لكن الان تعرف عليها. كتب تو. كتب تا. كتب تي. هذه التا. تا الفاعل الذي فعل. نا الفاعلين. الذين فعلوا. كتب نا. دخلنا. نحن دخلنا. نون النسوة. هنا النسوة دخلنا. نون فقط. لماذا سميناها متحركة؟ لأنها متحركة. ولذلك ما قبلها انتبه. ما قبلها يكون ساكنا. وكل هذا ان شاء الله سيأتي معنا. لكن هذه مقدمة. فانتبه إليها. يعني مثلا كتاب تو. هذه التا الفاعل قبلها ساك. كتب نا. كتاب تا. طيب. عرفت الآن ضمائر رفع المتحركة. وطبعا قد تسألني. عرفنا الآن لماذا هي متحركة؟ لأنها لها حركة. كتبت هذه حركة. كتبنا هذه النا. أول حرف هنا. يلاصق الفعل متحرك. كتب تا. هذه أول حرف. أول حرف عفوا. أول حرف يلاصق الفعل متحرك. لذلك اسمها متحركة. وهي ضمائر رفع. لأنها تكون في محل رفع فاعل أو نائب فاعل. وهذه التا تكون في محل رفع. إما أنها في محل رفع فاعل. وفي محل رفع نائب فاعل. والذي درس النحو يعرف ذلك. طيب. أما ضمائر الرفع الساكنة أيضا ثلاثة. ما هي؟ عندي واحد. آنف الاثنين. اثنان. هذه واو. الجماعة. ثلاثة. هذه. ياء. المؤنثة المخاطرة. آنف الاثنين مثل كتب. واو الجماعة مثل كتبوا. ياء المؤنثة المخاطرة مثل تكتبي. تكتب أنت. هذه المؤنثة. أنت. تكتبين. وهي ضوائل رفع الساكنة. هي ساكنة. ولذلك. ها؟ يكون ما قبلها متحركا. ما قبلها يكون متحركا. طيب. ويظهر أننا نحتاج أن نذكر جدولنا بمثال هنا. حتى يصبح تطلع الأمر وإن شاءه وتعالى. يعني مثلا هنا عندي الماضي. الفعل الماضي. عندي المضارع. وعندي الأمر. وعندي ضمائر هنا. نذكرها إن شاء الله تعالى. طيب. طبعا عندي الضمائر أنا. ونحن. وأنت. 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 وأنتما. وأنتم. وأنتن. عندي مع الضمائر هنا هو وهي وهما وهما وهن. طيب. في الماضي مثلا عندي الفعل مثلا كتبه. طيب. كتبه. هذا كأننا كتبنا الفعل كتبه. أنا مع كتبه. سأقول أنا كتب تو. تو. قبل هذا الزمائر هنا هنا. هذي تايل فعل. نحن كتب نا كتبنا. هذي نا نالفاعلين. طيب. أنت كتب تايل فعل. أنتنا كتب تنا. هذي أيضا تايل فعل. هو كتب هنا لا يجيض ضمير. طيب. هي كتبت لا يجيض ضمير. طيب. الزمائر هنا. هن كتب نا. هذي نون النسوة. هذا بالنسبة للماضي. طيب. المضارع سأقول أنا أكتبه. ونحن نكتب وأنت تكتب وأنت تكتبين تكتبان تكتبون تكتبنا هو يكتب هي تكتب هما يكتبان وتكتبان هم يكتبون هن يكتبنا. سنرى الآن. أنا أكتب. أنا لا يجيض ضمير ظاهر اتصل هنا. نحن نكتب ولا يجيض ضمير ظاهر اتصل. أنت تكتب ولا يوجد. أنت تكتبين هذي. تكتبين هذي الياء. يا أرمان. نسادي المخاطرة. أنتما تكتباني. هذي ألف الاثنين. أنتم تكتبون وهو الجماعة. أنتنا تكتبنا. هذي نون النسوة. هذي نون النسوة. طبعا ضمائر الغفع الساكنة هذه قبلها ألف. ففتحة. هنا ضم. هنا قبلها كسرة. فتحة ضم. هنا قبلها كسرة. فتحة ضم. طيب. هذا بالنسبة للمضارح. بقي عندنا الأمر. طبعا لا يجي الأمر هنا مع المتكلم ولا مع الغائب. بقي مع المخاطر. فنقول أنت أكتب. وأنتي أكتبي. أكتبه. 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 سناء الضمائر الآن المتصر. أنت أكتب لهذا الضمائر المتصر هنا الظاهر. طيب. أنت أكتبي هذي المخاطبة. أنتما أكتبه هذي ألف الاثنين. أنتم أكتبه أو الجماعة. أنتنا أكتبنا. الآن ظهر لك الضمائر المتصلة الآن. بالفعل. التي باللون الأخضر هذي ضمائر الرفع المتحركة. والتي بالأحمر هذي ضمائر الرفع الساكنة. إسنان الأفعال إلى الضمائر هكذا. هذا الإسناد هنا. سنأخذ الآن كل فعل. الفعل الصحيح. المهموذ. المضاعف. ونمشي به مع الضمائر. ونرى ماذا سيحصل له. يعني مثلا. الفعل مثل. يصلي أو يدعو. نقول مثلا. نحن دعونا. نحن دعونا. نحن دعونا. نحن صلينا. نحن رضينا. ما الفرق بين رضو. ما بين مثلا. نعم رضو. نحن. وأيضا مثلا عندما نقول. يعني الآن عندك الفعل المعتل. الفعل المعتل. سنرى ماذا سيحصل له هنا من تغيرات إن شاء الله وتعالى. فلا تنسوا إن شاء الله أن تكونوا بالقرب حتى تدرسوا هذه الدروس. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. وأن يرجوكنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.